فإن عباقرة الدنيا وأساتذة الدنيا وأهل الذكاء الذي لا يقف أمامه أي ذكاء هو ما فعله صحابة رسول الله في نقل كلام الله ونقل كلام رسول الله أعطني في التاريخ من قبل وبعد صحابة رسول الله أعطني جيلا نقل علما كهذه الدقة المتناهية أن الله اصطفاهم ليقوموا بآية من آيات الله الدالة على صدق بعثته لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإن من الأسباب التي يسرها الله لبقاء حفظ الكتاب صحابة رسول الله حينما نقلوه تلاوة وعملا وتطبيقا شكرا شكرا شكرا